يلعب واحدة طويلة في اتجاه قعود يا سلام على المرور الجميل من قعود كرة خطيرة عرضية ممكن شكل خطورة لجأ للحال الفردي فرصة ده ديفية يا والد يا والد يا والد يا والد على الحلاوة والمهارة والجمال في اللقطة اللي فاتت المهارة الفردية بتعلن عن نفسها في هذا اللقاء بمرور في منتهى الجمال ومنتهى الروعة من جانب اللاعب محمود قعود عشان يجعل المقدمة مقدمة بترولية مقدمة بترولية واني فرحة طارق السعيد وفرحة هاني رمزي بص استلم ازاي ود مودي برا الملعب واني خدوا واحدة تانية ومر من رامي وحطها في الزاوية الدايقة في منتهى الجمال والربعة جول جميل جول جميل وهدف اول رائع لنادي امبي والمقدمة بترولية بص بص التفويتة جميلة ازاي وبص خد الراجل على السبتة ازاي رامي عادل يا سلام على المرور على السبتة وحطها باطن القدم في الضيق على ابو سعود عشان يعلن عن اول اهداف هذا اللقاء واحد امبي لشيئة المقولون العرب وكده تسلل غير موجود وطاهر فرصة هدفية للزئاب اوووووووق جول 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 جميلة 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 طاهر 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 بغت الدنيا كلها خطى في الدنيا كلها وفي ديئة عشرين من الشود التاني الكل بيبص على عرضية طاهر لكن صوبها مباشرة في اتجاه عبد المنصف اللي ما كانش متوقع عشان طاهر محمد طاهر يكون صاحب هدف التعادل لزئاب الجبل في لقاء اليوم بص بص المهارة خدع الناس كلها وفكر ان هو هيلعب بالعرض حطها بوجه القدم في الزاوية تسعين هدف رائع ممكن يكون هدف الاسبوع حتى الان جول جميل وهدف جميل وهدف التعادل لزئاب اللي أمامهم فرصة لهدف تقدم عرضية خطيرة لكن تباطؤ في نزول الحارس البديل قلت لحضراتكم اخر مباراة جمعت ما بين الفريقين كانت في عام خمسة مايو عام 2015 لقاء الاسبوع الثمانية وعشرين من الموسم الماضي موسم 2014-2015 وانتهت المباراة باثقل هديمة أثقل هزيمة للمقاولون العرب من امبي بربعية نظيفة كان أبطالها محمود قعود هدفين ومحمود عبد المنعم قهرابة لعب الزمال كالحالي هدف واللعب صلاح عشور اللي خرج ونزل بدلا منه أحمد رفعت هدف أول لقاء جمع ما بين الفريقين كان في عام 2002 يعني من 13 سنة لقاء كان انتهى بفوز امبي بهدف للا شيء هدي الكابتل خالد خليل يعني حاجة غريبة جدا أبو السعود اطارت ولسه موجود في الملعب ما خرجش والولد الشاب محمد أشرف يعني بياخد قميص اللعب الخاص بابه السعود وبيضطروا ان هما يكتبوا بالقلم الجاف يعني لقطة امتهاء لي نشوفها في مباراة الناشئين مقبولة نشوفها في دوري درجة تانية يعني لكن في الدوري الممتاز وتحط بلاستر يعني موضوع غريب شوية مفروض الحارس يبقى موجود بكل مهماته تعال انت لعب بديل يعني المفروض هتنزل في اي لحظة لكن فكرة ان انت الرجل الاداري بتاعك يعدي لزقلك بلاستر بالشكل دول يعني يعني سوري يعني لفظ يعني لقطة مش لطيف كابتل مكدي محمد علي يعني قاعد يحط له بلاستر عشان يعمله الرقم بتاعه تغيير شريف أشرف الى خارج الملعب كنت وقعت ان هو مش هيضحي بشريف أشرف لكن الكابتن طرق العشري شاف ان هو مش هيحتاج سنتر فرود تغيير التراري بخروج أشرف ونزول شريف أشرف ونزول الحارس محمد أشرف وبكده المقاولون العرب فيما تبقى من وقت لن يلعب كسنتر فرود لن يلعب بسنتر فرود هيبقى عنده عمر جمال وعنده طاهر وعنده كريم ثلاثة شادو سترايكر حكم اللقاء بيقف الحقاة البشري على بعد التسعة بترى خمستاشر سنتي وحالة الطرد دي خدت لقى حوالي خمس الى ست دقايق أكيد هضفهم محمد عادل كوقت محتسب بدل من الضائع رفعت بالتخصص بيحط الحاجات دي كأنه بيحطها بأيديه رفعت هنشوف هينفز اللقطة دي إزاي أحمد رفعت يحطها لكن وحشة جداً في الحقاة البشر تصويبة تصطدم وتغير الاتجاه وتطلع على دار باروكنية لصالح فريق نادي أمبي أدي الحارس الشاب صاحب العشرين عام محمد أشرف ست رقنيات هنا وست رقنيات هنا نفزت الكورة من رفعت عليم البعيد لما كلين بيوقف تصويبة جول 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 رامي قلب الأسر رامي صبري لعب قلب الدفاع يحرس تاني أهداف فريق نادي أمبي في أول لقطة تروح الحارس الشاب الحارس محمد أشرف دي اتنين واربعين من الشوت التاني تشهد تاني أهداف اللقاء رفعت عملها جميلة استلامة أجمل من لامة محدش ضغط عليه لعب العرضية يدوبك بالقدم اليسرى رامي صبري يجعل المقدمة بترولية خالصة بهدف تاني في مرمى الحارس البديل محمد أشرف بعد حالة الطرد اللي حصل عليها محمود أبو السعود اتنين أمبي واحد زقاب الجبل واحد المقاولون العرب بص الفرحة الهستيرية على وجه أيمن بسيوني مدرب الحراس بص الفرحة على وجه عادل زكي المدير الإداري وهاني رمزي لم يحرك ساكناً بهدوء أعصاب يحسد عليه إذا كان هاني رمزي ولا مدير الكورة عبد الناصر محمد دين وأخيراً الأهلي وهزيمة ثقيلة جداً من سموحة بنتيجة 0-3 لما كولين عرضية خطيرة هدف تالت جول 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 لسه بقول عليك مزاجنجي لسه بقول عليك لعيب جيد يا رفعت بالفعل 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 رفعت يظهر في الكدر في ديئة التالتة من الوقت بدل الضائع ديئة 93 من عمر اللقاء والهدف التالت لنادي أمبي يحرزه اللعب أحمد رفعت بعد خطأ كبير من الحارس محمد أشرف الحارس الشاب وقعت من إيده الكورة وقدام رفعت ما سماش عليها باطن القدم إلى داخل الشباق عرضية من لما كولين تأدير غير جيد من الحارس رفعت يتعامل مع الكورة بمنتهى بمنتهى السنسة العالية السنسة التهديفي العالية ويحول الكورة إلى داخل الشباق معلناً عن ثلاث نقاط جديدة لنادي أمبي هترفع رصدهم للنقطة رقم 13 ده طبعاً نظرياً لكن عملياً عارفين إن الكورة فيها كل حاجة لكن نظرياً خلاص فرقة بتلعب بعشر لعيبة فرقة متأخرة ثلاثة واحد